تتواصل عمليات القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية منذ أن تم احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في ظل هذه المتابعة المستمرة أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل لدعم جنوب أفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية للأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة ربما هذا هو الخبر الأبرز اليوم في ظل بالطبع تفاقم الأوضاع وتصاعد وتيرة الأحداث وبالطبع ازدياد العنف ضد الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح وبعد احتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح الفلسطيني نتحدث بالطبع عن مواقف مصرية تغيرت ومنها هذه الحركة لدعم جنوب أفريقيا في دعوها ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية هذه نقطة نقطة أخرى أيضا في حديث وزراء الخارجية وزير الخارجية سامح شكري ونظراته السلوفينية يعني تحدثوا عن استمرار الدعم المصري وأيضا الدعم الدولي لقطاع غزة والأشقاء في فلسطين وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 هذه نقطة وبالطبع وزيرة خارجية سلوفينيا كانت هنا أمام معبر رفح بالأمس وتحدثت عن أهمية الدور المصري ومعبر رفح المصري تحديدا في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بعد أن توقفت تماما منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني وقفت دخول هذه المساعدات إلا أن هذه المساعدات ما زالت متوقفة بمئات الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصرية وعلى الطرقات وبالطبع سيارات الإسعاف أيضا ما زالت في انتظار الدور لدخول لاستقبال المصابين إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول المصابين استمرار للقصف العنيف لمدينة رفح والمخيمات المختلفة التي حددتها حتى قوات الاحتلال أنها أماكن آمنة إلا أن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في القصف المستمرة المدفعي ومن الطائرات وأيضا الاكتياح البري الذي استمر اليوم في عدد من المناطق في قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب بدون استثناء وضرب عشواء أيضا أدانت حركة حماس منذ قليل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه التصريحات التي تحدثت عن ربط الهدنة بالإفراج عن المحتجزين وهذا ما صرحت عنه حركة حماس أنه تراجع عن الاتفاق الذي وافقت عليه بسياغة مصرية إلا أن المفادات المصرية لا تتوقف في جميع الأسعاد لدعم الأشقاء في فلسطين والآن أعود إليكم مرة أخرى